سوق ليبيا ده بدخل للدولة لخزنة الدولة المركزية كم سوق ليبيا ضرائب والأتوات والزكاة وما بعرف شنو وما بعرف رسوم المحليات سوق ليبيا بدخل للحكومة المركزية كم ما عب انه الان الناس الساكنين حول سوق ليبيا عطشانين ملاقين موايا ما فضيحة انه الناس الساكنين سوق ليبيا بدخل كم سوق بحري ده بدخل كم سوق مدرمان بدخل كم سوق الشعبي بدخل كم أتوات وضرائب للدولة بدخل كم بلد عطشانة لانه مصر عطشتك لانه ده العملة حاكم منك ماشوا قفلوا المواسير عملوا العملو عملوا البتاع عشان النيل لانك انت لو فتحت وشربت لو انت شربت بتحصل مشكلة في مصر لكن نحن حاكملنا الهوانات تعتشى الخرطوم والقاهرة الان ما عطشانة وهو سؤال ليه مصر ما عطشانة ليه مصر ما عطشانة مصر ده بتشرب من بحر الابيض المتوسط سؤال مصر بتشرب من البحر الابيض المتوسط مصر ما بتشرب من مويت النيل ده هس القاهرة الآن زول قاعد ساكن في شقة في الطابق العاشر بيفتح بجو مويت النيل ماشا ساكن في الطابق العاشر في القاهرة ما بيفتح مويت النيل أبيض ما البحر الابيض المتوسط مويت نهر النيل لي النيل 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 انت نيلين عندك واحد أبيض واحد أسود سوض الله وجوهكم وسوض الله قلوبكم وسوض الله نياتكم وسوض الله أعمالكم وسوض الله حياتكم نيلين جاريات اثنين نيل جاريات مصر الليلة ما فيها مش أزمة موية الخرطوم فيها أزمة موية والسودان كله فيه أزمة موية لانه دي دي مصر دي المخابرات المصرية قاعد تعمليك الكلام ده عبر منه؟ عبر العمله دي لانه دي ما ما بهم منه يتقالك عنده انضمير لما ترفع صورتين الكاره في المحلية ما لا يتقالك عنده انضمير دي ما عنده انضمير اجل الحاجة الثانية بتاعت بورسودان والميناء كويس البحث الان في بورسودان ده فضيحة والله فضيحة البحث في بورسودان عميس قدانش كان فيه اضراب عملشك العمال الميناء الجنوبي الميناء الجنوبي بتاع بورسودان ده هو الميناء الحوية الحكومة باعت الميناء كennotكلم بالواضح باعت الميناء باعوا النيل و SterkOr Thewerb حق البلد باعوا البلد زاده وباعوا الشعب زاده فالنهاية يجو باعوا الميناء بتاع بورسودان هس الميناء أمس العمال كانوا ودلونا الشرطة خطوا لهم قدام بوابات الميناء لأنوا باعوا الميناء لذلك يقول لناس الشريك أكربوا قاشكن أكربوا قاشكن أكربوا قاشكن لناس الشريك والميناء حقا كنت حاوظوا عليه شركة نوانية دي بايدي العملته في أفريغيا العملته في أفريغيا سيئة جدا أنا أتكلم عن النوازج بس فشكل حتى الناس يشوفوا إنه الشركة دي شركة ماني دبيد هنا من تخش الشركة دي قدمت الآن هما الحكومة دي أدت العقضة للشركة لأن الحكومة لأنها أجابانا أبدا تتكلم عن تفاصيل الحقض سكتت هما سكتوا سكتوا تماما أبوا يتكلموا عن كل تفاصل كل تفاصيل العقضة أبوا يتكلموا عنها سكتوا سكتت الحكومة لأن تفاصيل العقضية مخزئة الإمارات دائرة تسعة وتسعين سنة تسعة وتسعين سنة يعني تسعة وتسعين سنة ستظل ستقول إدارة الموانئ هي طبعا ما بقوله مية السنة لأنه مية السنة بيكون تملك حر فإنت بتعمل تسعة وتسعين سنة والتسعة وتسعين سنة دي الآن استلامتها دبي والحكومة خدلانة ما قادرة تقول عمال المينة طبعا أميس كانوا عملين إضراب وضد إنه والله المينة ده ما يدبع هده بيع هما بقولوا إيجار لكن بيع الشركة الموانئ دي بيدي تاريخها سيئ جدا الناس ما يقول لكم الله يبدو تطور وتعمل وتع هاي ممكن هي بتدور في أمريكا قالوا ماسكا المهم هي عندها كم مينة حول العالم لكن هي طبعا في أمريكا ما تستفيد شي يعني هتشتغل بزنس لكن ما هتعطل الموانئ في أمريكا لأنها ما هتستفيد شي هي هتعطل الموانئ الحول هنا الموانئ الحول هنا تعمل لها إشكاليات فيها زي ميناء بورسدان تمشي جوبوتي تمشي الصومال تجي المهمة المناطق دي اليمن وعشان تعرف إنه أفريغيا تعاملت كيف أسانا شوفوا جوبوتي دي عندها ميناء اسمه دوراليه دوراليه دا من أضخم موانئ الحويات في أفريغيا أضخم ميناء الحويات في أفريغيا اللي هو بتاع دوراليه دا في جوبوتي الميناء دا جات حكومة الإمارات أو شركة موانئ دبي أخذته بعقدي لمدة خمسين سنة ما هي دايما تمشي 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 الدول الفقيرة الصومال جوبوتي في أفريغيا دي ما دول يعني ما عندها قرار كده يعني في النهاية بغشونه كده جات شالة الميناء دا والميناء دا ما شالته كله لكن الكنتورات كان في جوبوتي إنه الصوماء إنه جوبوتي تاخد ثلاثين وشركة موانئ دبي تاخد ثلاث واحد اللي هي قسموه على ثلاثة أثلاثة لكن هي خشت بالكنتورات دا لمدة خمسين سنة قامت عملت شنو؟ قاموا الميناء دا قفلوه أو بدوا 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 يقللوا في الحركة بتاعت الميناء لأنه دا من أدخل ميناء حاويات في 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 أفريغيا كلها كويس؟ ولأنه مطلع على باب المندب وبتجي باول السفن بتاعت أمريكا وآسيا وآفريق حركته قوية جدا فقاموا قاموا نماراتين لكي هم مدارين يعمل هم بمسكوا الموانئ ما بشغله يشريدوا العمال ويقللوا الشغلة بتاعت الموانئ لكي تشتغلوا الصالح الموانئ حقتهم يتعجبوا قاموا ناس جبوتي ذا العمل طوال جا البرلمان حقه لكي الناس يكونوا فاتحين فتحوا عقون كويسة لكي تقولوا لا الامارات كويسة انت هسا تكون انت جبوتي ذا والصومال انت تكون هم يعني يكونوا أكثر يعني يكون هم أكثر وطنية مننا انت نحن واللي يكون هم فاهمين الامارات انت نحن جاد جبوتي لما خلاص حصلت اشكاليات والامارات شالت المينة وفي عقدة أبد تعمل طوال البرلمان التمع كلام ذا 2018 قالوا ما في كلام ذا اتشيلوا المينة من مواني شركة دبي والقضية وصلت محكمة تحكيم دولي هنا في بريطانيا والمحكمة هنا في بريطانيا حكمت لصالح مواني دبي لكن رئيس الصومال او المفتش العام بتاع جبوتي ذا اسمه اسمه حسن عيسى ذا ديل طوالي قاموا عمل اشنو؟ قاموا عمامو الرئيس الصومال طوالي طلع قرار بتعميم ميناء جبوتي نفس الشيء اللي عمله جمال عبدالناصر جمال عبدالناصر في ستة وهمسين وهو داري ابن السدة العالدة كان وعدوا الامريكان ان يجيب دعمي والصندوق ما بعرف النقد الدولي والبنك الدول مين وعدوا انه هيدوه دعمي وكذا فقاموا في اخر لحظات لانه جمال عبدالناصر كان محسوب على المعسكر الشرقي فقامت امريكا السحبة او قاموا لغو العقد بتاعه جمال عبدالناصر قالوا خلاص ما فيه فقام جمال عبدالناصر ستة وخمسين طلع قرار بتعميم قناة السويس طبعا قناة كان قبل كده مملوكة او كانت عندها عقد بتاع تشغيل عند الفرنسيين باعتبار انه بناه من العدي فاخذ برضه عقد تشغيل تسعة وتسعين سنة لكن جمال عبدالناصر لانه زول عنده نخوة في النهاية خلاص المصريين دل تختلف تتفق بلدهم يعني ما فقام طلع قرار بتعميم قناة السويس اللي هي اصبحت مما الشركة بتاع مساهمات عامة او مملوكة دي قام شانا طوال تعنيم دي دخلت الدولة بقى دخلت مملوكة للدولة طبعا للدولة صادر يعني بالمعنى الواضح كده صادر فقاموا ناس جوبوتي عشان يجيبوا حقهم في ميناس بتاع دوراليدا قاموا طلعوا قرار عمموا 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 الميناء والامارات هسي رافعة شكوى الموقف خمسينالمين اللي هى لمدة خمسين سنة مكنت�isa بخمسي سنة تعارشوا في الصومال zachوال الصومال هسي الصومالالالان عدينا مشكلة مع 들어옴 الامارات رافعة والبرلمان الصومالي بلي الجماع شبه الي الجماع رفع الصومالالالالي ممكن تحكم الفيات يعني إنتا ممكن تتخيل منك ممكن يعني هسينا من تغارن الصومال والسودان في التجروب السياسية ليريه لا يوجد علاقة بين ciاء العربينا وصلال لن يوجد علاقة ما أخذ الميناء لمدة خمسين سنة دخل اليوم تعال شوفوا الصومال هسي الصومال الآن عندنا مشكلة مع الإمارات والبرلمان الصومالي بل يجمع شبه الإجماع شوفوا الصومالي ممكن تمشي تشتريه يعني ممكن تتخيل أنك ممكن يعني هسينا من تغاربنا الصومال والسودان في التجربة السياسية ما في علاقة بين تجربتنا نحن والصومال ما في علاقة لكن الإمارات ما قدرة تشتري الصوماليين والبرلمان بل يجمع قال الإمارات دي مات الدولة لأن الإمارات مشت في حاجة اسمها إقليم أرض الصومال إقليم أرض الصومال هي دولة هناك الصومال أعلنت استغلالها في سنة 1991 العالم ده كل ما معترض له الإمارات مشت لأنه عندها ميناء اسمه ميناء بربرا ميناء اسمه ميناء بربرا مشت تعهدت أنها تدفع في 440 مليون دولار 440 مليون دولار يعني 440 مليون دولار للميناء بتاع بربرا كويس بتاع بربرا إن الميناء تشيل الإمارات من إقليم أرض الصومال ما في دولة محترفة في العالم إلا الإمارات فالإمارات مشت عملت عقدي أولي يعني في بداية هتدفع زي مية وشوية مليون دولار هتكبها في الميناء ذا والميناء ذا انت عارفين الإمارات شالته لشنو؟ لأن الحكومة السودانية دي ما بتفكر الإمارات دي شالت الميناء ذا وجابت السيوبيا عملت اتفاق مع السيوبيا الإمارات هتاخد 51% والصومالي أرض الصومال دي هتاخد 30% وإسيوبيا هتاخد 19% الميناء ذا الإمارات عملته عشان تتاجر به مع إسيوبيا إسيوبيا اللي بتستخدم هسي الميناء بتاعنا عشان الزور اللي بيجي يقول لك والله الإمارات دارة دارة خيرنا وشركة مواني دبي دارة خير السودان عشان تفهم الكلام ذا الآن الميناء اللي مشتلاقه بتاع أرض الصومال اللي هي بصموها إقليم أرض الصومال الانفصالي ذا الميناء بتاع بربرة ذا الآن الإمارات بتدفع فيه 440 مليون عشان عشان تتاجر به مع إسيوبيا والإمارات ذا هي خاشة دعم مموي الأساسي لصد النهضة عشان تفهم الكلام ذا وهي الإمارات ذا قالت نحن دارين نعمل اتفاقية الفشقة اللي هي تدو السودان 25% وتدو إسيوبيا 25% و50% تستثمر الإمارات بغطاء إسرائيلي و الإمارات ذاة هي هتجي تشتري كل الشركات المياه في السودان أسمعوا كلام ذا و الإمارات ذاة هي هتجي تشتري منك شركات الكهرباء و الإمارات ذاة هتجي تشتري منك المحليات وتشتري منكم البشر وما هتجي الإمارات هتجي إسرائيل لكن بغطاء إماراتي دل بحصل في السودان بس أقعد يشوفوه لأن الدول اللي حاربت الإمارات وطلعت برلماناتها الصومالة والله أخوانا حايا مكي الصومالة قامت فيه أربع انتخابات جاب رؤسة بصناديج انتخابات بلد شهد حرب قبلية معروف الحرب القبلية حصلت أجل الأمريكان خشو عملها في الصومال وطبعا قبل كده زمان قبل سياد بره كان كان بيسموه سويسر أفريغي يعني كانت فيه ديمقراطية وكده قبل ما يجي الإنقلاب لكن لكن بعد الإنقلاب وبعد القتال الحصل وبعد ذا وبعد ذا وبعد ذا أنا المزعيني مش الديمقراطية في الصومال أنا المزعيني أنه الأشرف على بناء الديمقراطية في الصومال وما نحن السودانيين أنا دا المزعيني إنه نحن التحول الحصل في الصومال بتاع الديمقراطية والاستغرار الحصل في الصومال تم باتفاق ما بين الحكومة اللي هي المخابرات السودانية والمخابرات الأمريكية اللي أوكلت أو أوكلوا أمر الصومال للمخابرات السودانية هي الرعاة الصومال طبعاً هذه فيها تفاصيل كثيرة لكن ما وقته لكن أنا دا المزعيني إنه نحن التصومال الرعاة المخابرات السودانية الآن بيشهد الليلة البرلمان قال الرئيس ما بعرف شنو والرئيس استجاب للبرلمان الآن عندهم برلمان رغم إنه عندهم بوكو حرام وقتل وضرب وما بعرف شنو مش بوكو حرام شباب المجاهدين دا رغم إنه في قتل وكذا لكن الديمقراطية ما توقفت ومن الناس الحكم الصومال ليل برضو يعني شان تزعل زيادة إنه من الناس الحكم الصومال ليل خرجين جامعة أفريقيا هنا قروا في السودان يعني الناس لون امتدادات هنا علاقات يعني علاقات وصيلة جداً بالسودان فنحن نحن لما نتجي تشوف الواقع دا وقع البلد دي الدول دي الآن ويكفت ضد الإمارات ما يكفت ضد الإمارات ساكت ويكفت ضد الإمارات لأنه المطلوب من أهل الشرك شون أنا دار أقول لنا سا الشريط المختصر المفيد عشان كذا الصومال في شهر في شهر ثمانية أكسط في شهر ثلاثة الفين وطمنتاشر طلعوا قانون سموه قانون حماية الوحدة وسيادة الأراضي الصومالية القانون دا أجازه في شهر ثلاثة الفين وطمنتاشر اللي هو قانون حماية الوحدة وسيادة الأراضي الصومالية القانون دا أجازه البرلمان الصومالي ولكقي يقطع الطريق على الإمارات ماذا تدخل فيها الإمارات لا تخشت اريد عمله فيها خير ولم يكون تخشت أريد عمله فيها خير أصلاً لأنهم مخشت أريد عمله فيها خير لو عندنا حكومة راجدة الآن المينة دا يعني هسه يأخي المينة دا يشغل يأخي المينة دا يربطنا بدول الحال يأخي شيئ ما يشكل كثير لكن المختصرة مفيدة لما حصلت الله الناس الذين في الشركة تشيلوا سوفكم لا تحمل مينة حقكم بس ما تنتظروا لحكومة ولا تنتظروا ديل هيشردوكن هيبيعوكن والمينة ده هيتحول لمخزن بتاع اسلحة هيعملوا مركز بتاع اسلحة يفجروا به البلد دي كله اول ما يستلموا المينة بتاع بارسودان لانه المينة هما ما دارينه هما دارينه ما انت لو الامارات لو استلمت منك المينة ما هتسكن تخليك عشان ما تفتكر انه هيخلوك كده لا هيخلق لك غلاق الجوه ليه عشان ما يجيجيل بعد شوية يتكلم عن المينة هيشردوا كل كل العمالة الفين مينة وده العملته في جوبوتي في كل عملته في جوبوتي وال 맞아요 في كل عملته في جوبوتي colaborته في tutto في جوبوتي والصوائل العملته في كل المواقع هيقوم وانشردوا العمالة ليه? لانه هما لو كدوا العمالة هيصرفوا على án هما ما دارين العمالة الان المينة ن warmed and melted hearts م 레 freaking said! الآن السيدان مشة قالوا يتعاقدة مع مصر عشان يصتعر ويصتدر بمصر الآن السيدان حسب ما علمت ماشيا اعملنا اتفاقيات انه intellectuals يعني شوف النازل understanding of the하다 منحكمة عملة وناس ما عندهم دين ولا عندهم ضمير ولا عندهم الاخلاك. يعني ديل لأنه ما شغلين لمصلحة البلد. ولا يفيدوا الفون جايب مصلحة إنه والله المصلحة العليا. والمصلحة الكلية. إننا نستشتغل لمصلحة البلد. ما في زونه شغال لمصلحة البلد. ديل الهوانات ديل كل ما عملوه وكل ما فعلوه إنه سلموا البلد. سلموا البلد ليه ليه?